هل لدينا غير مسلم عند ميكروفون الأخوات على الجانب الأيمن؟ نعم أختي هل لدينا غير مسلم هناك؟ إنها عائدة للإسلام وتريد أن تسأل فيما يخص والديها غير المسلمين حسنا سوف نسمح لها تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أسألك كيف يمكن لي دعوة والدي للإيمان بالدين الإسلامي والإيمان بالله والإيمان بيوم الحساب أريد أن أقنعك بأن الإسلام هو الأفضل وأنه من دون الإسلام لا يوجد شيء في هذه الحياة أريد أن أنقذهم من نار جهنم أرجوك أرجوك اقترح علي كيف يمكن لي ذلك كيف يمكن أختي ما هي الديانة التي يعتنقها والديك؟ الهندوسية أختي أنا أطلب منك ولكن قبل أن أجيب على سؤالك كما قال الأخ موسى أنه في الإسلام يجب علينا أن نتبع الأمير لذلك إذا كان رئيس لجنة التنظيم قد أعطى تصريحا فلننسى المنظمين الآخرين لذا عندما يعطينا دكتور أمير شرباني تصريحا فإننا لا نتبع باقي لجنة التنظيم لأننا نتبع الأمير طبقا للإسلام لذا نكتب إن شاء الله حتى يأتي غير المسلمين ليسألوا الأسئلة الأخت هنا لديها سؤال كيف يكون بوسعها أن تساعد والديها الذين يعتنقان الهندوسية الذي تؤمن هي بأنه هو الدين الصحيح أختي إن من أفضل المفاتيح لتقوم بدعوة والديك بالنسبة لي هو ما ذكر بالقرآن في صورة آل عمران الصورة رقم ثلاث الآية أربع وستون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ثم أطلب منك أن تأخذي أسطوانة المحاضر والتي تكلمت فيها عن التشابه ما بين الإسلام والهندوسية والاستفادة لما في هذه الأسطوانة لن تجرحي مشاعر والديك لأن الأسطوانة تعتمد على ما جاء في الآية الكرآنية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وإن شاء الله بمجرد أن تريهم هذه الأسطوانة فإن كانوا منطقيين وصادقين فإن شاء الله سيهديهم إلى الطريق المستقيم لو سمحت أذكر لي مرة ثانية اسم الأسطوانة اسم الأسطوانة هو التشابه بين الهندوسية والإسلام الأسطوانة الأخرى موجودة أيضا فهناك المئات من الأسطوانات الخاصة بهذا الموضوع ويمكنك أن تختاري البعض منها يوجد نقاش لي مع سيري سيري رافي شانكار حول مفهوم الإله في الإسلام والهندوسية في ضوء النصوص المقدسة حتى ذلك جيد جدا هناك استوانات أخرى مثل الأدوية العالمية والتي تتحدث عن الهندوسية أيضا فما أريده منك أن تطلبي منهن أن يشاهدوا هذه الإسطوانات وأطلب منك أنك عندما تقابلين والديك أن تحبينهم أكثر وتحترمينهم أكثر واتبعي كل ما يقولونه لك ما عدا إذا طلب منك فعل شيء يعارض ما ورد في الكرآن والحديث الصحيح كل ما عدا ذلك يجب عليك أن تطعيهم به وأنا دائما أقول لعائلين إلى الإسلام أنه افتراضي أنهم طلبوا منكم شيئا لا ترغبون به ولكنه ليس حراما في الإسلام على سبيل المثال أنهم طلبوا منك أن ترتدي ثوب باللون الأزرق فتقولين لها لا يا أمي أنا لا أحب اللون الأزرق وعند اعتناقك للإسلام وأنت تعلمين أن ارتداء اللون الأزرق ليس حراما أخبري أمك ولأنك تطلبين مني ارتداء الأزرق فرغم أني لا أحب الأزرق ولكني سأرتدي وعندها طرف والدتك بأنه بعد اعتناق ابنتها للإسلام أصبحت تحترمها أكثر وتطيعها أكثر أن ترى فيك التغيير الملحوظ فقط الأشياء التي يطلبانها منك والتي تكون مخالفة لله والرسول ومخالفة للكرآن والحديث الصحيح فلا تتبعيها وكل ما عدا ذلك تطيعينهم فيه ففي اللحظة التي سيشاهدون فيها الاختلاف أن ابنتهم أصبحت تحبهم أكثر وتحترمهم أكثر وتهتم بهم أكثر يجب أن يكون هناك اختلاف لذلك سأقوم بمحادثتك وأدعوهم للمجيء هنا بعض شهر أو شهرين وسأكون بالكثير على آمل أن والدي إن شاء الله سوف ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك لتكون الذريعة التي تهدي والداك إلى الطريق المستقيم وسوف ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكرم والدك بالهداية إن شاء الله إن شاء الله أنا عندي رسالة واحدة للإخوة والأخوات غير المسلمين هنا أرجوكم اعتنقوا الإسلام وأمينوا بالله لأني أعلم جيدا أنه من دون الإسلام فإن الحياة لا تعني شيئا ومن دون عبادة الله فإن الحياة لا تعني شيئا أنتم كالأموات أرجوكم اعتنقوا الإسلام الإسلام هو الهدف أرجوكم اعتنقوا هذا الهدف لا إله إلا الله محمد رسول الله بارك الله فيك وحماك يا أختي العزيزة إلى مايكروفون الأخوة على الجانب الأيصر هل لدينا أي غير مسلم؟ اسمي جوزيف لدي سؤالان طرحهما لماذا أحل الله لرجال المسلمين الزواج بأربع نساء؟ والسؤال الثاني كيف يمكنك إثبات أن عيسى عليه السلام لم يصلب؟ لقد سألت سؤاليني ولكن هل أنت نصراني؟ نعم الأخ يسأل سؤالين الأول لماذا يسمح الإسلام للرجل أن يتزوج بأربع نساء؟ أو أكثر من زوجة؟ والسؤال الثاني كيف يمكنك إثبات أن عيسى عليه السلام لم يصلب؟ إن الكرآن هو الكتاب الديني الوحيد على وجه الأرض الذي يقول لك تزوج واحدة فقط ولو قرأت الكتاب المقدس أو أي كتب دينية أخرى لن تجد أي كتاب آخر يقول لك تزوج واحدة فقط إلا القرآن إذا قرأت راميانا كتاب هندوسي مقدس ستجد أن والد شيهرام كان لديه أكثر من زوجة أيضا في مخططات مهابهاراتا كم زوجة كانت لدى كريشنا؟ أربع أو عشر أو ألف أو عشرة آلاف كان لديه ستة عشر ألف مئة وثمانية زوجة إذا كان لدى كريشنا ستة عشر ألف مئة وثمانية زوجة لماذا لا يستطيع المسلمون الحصول على أربع زوجات كحد أقصى؟ إذا قرأت العهد القديم ستجد أن سليمان عليه السلام كانت لديه سبعمائة زوجة إبراهيم عليه السلام كان لديه سلاس زوجات العهد القديم يخبرك بإمكانية زواجك من أكثر من امرأة وكذلك في العهد الجديد حيث أنه يأمرك باتباع العهد القديم لذا في الهندوسية والمسيحية وفي اليهودية تستطيع الزواج بأي عدد من الزوجات إنه قد حدث لاحقا أن وضعت الكنيسة قيودا على المسيحيين بأن يتزوجوا واحدة فقط وقد حدث لاحقا أيضا أن إحدى الحاخامات قام بتمرير قانون يمنع اليهودية من الزواج بأكثر من واحدة غير ذلك كانوا قديما يتزوجون أكثر من مرة كما يشاءون في القانون الهندي في عام 1954 قاموا بودع قيد على الهندوس بأنهم لا يستطيعون أن يتزوجوا بأكثر من واحدة ولكن المخطفات الهندوسية لم يكن بها قيود تمنع ذلك لنقل بتحليل ما قاله الكرآن قال الله تعالى في صورة النساء الجزء الرابع الآية ثلاث فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة العبارة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ليست موجودة في أي مخطوطة إلا في القرآن فقط لنستكشف لما سمح الكرآن للمسلمين بالزواج من أكثر من امرأة بحد أقصى أربع نساء السبب أنه بحكم الطبيعة فإن الرجال والنساء يمكن أن يولدوا بنسبة متساوية ولو سألت أي طبيب أطفال سوف يخبرك بأن الأطفال الإناث أقوى من الأطفال الذكور في محاربة الأمراض لذلك يموت العديد من الأطفال الذكور مقارنة بالأطفال الإناث وهكذا في طب الأطفال فإن عدد الإناث أكبر من عدد الذكور ومع استمرار الحياة تكون هناك بعض الحالات مثل الحروب إدمان الخمر، إدمان المخدرات، الحوادث في جميع تلك الحالات يموت عدد أكبر من الرجال مقارنة بالنساء لذا اليوم يوجد عدد كبير من النساء مقارنة بالرجال في بعض البلاد مثل الهند والصين عدد الإناث يكون أقل من عدد الذكور بسبب وأد البنات وقتل النساء في الهند طبقا لتقرير من شبكة البي بي سي أكثر من ألف جنين يتم قتلهم يوميا بعد تحديد جنسهم كإناث إذا قمت بضرب هذا الرقم ب365 سوف تجد أنه يتم قتل أكثر من مليون جنين سنويا بعد تحديد جنسهم كإناث في الهند تبقى لتقرير أحد المستشفيات من كل عشر إناث يولدون أحياء أربع منهم يموتون إذا قمت بإيقاف هذه الممارسات الشنيعة في الهند وأد البنات وقتل النساء حتى في الهند سوف تجد أن نسبة النساء أعلى من نسبة الرجال وحتى في الصين سوف تجد نسبة النساء أعلى من نسبة الرجال حال وقف تلك الممارسات اليوم لو نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها سنجد أنه يوجد عدد 4.7 مليون أنثى أكثر من الرجال في بريطانيا وحدها يوجد 1.2 مليون أنثى أكثر من الرجال في ألمانيا وحدها يوجد 1.6 مليون أنثى أكثر من الرجال وفي روسيا وحدها يوجد 10.6 مليون أنثى أكثر من الرجال الله وحده يعلم كم عدد الإناث في العالم الذين يزيدون عن عدد الرجال لو كنت أتفق معك في أن الرجل لا يستطيع أن يتزوج إلا بواحدة ونفترض أن أختك تعيش في الولايات المتحدة وأختي تعيش في الولايات المتحدة أيضا وحصل تشبع ووجد كل رجل زوجة له ووجدت أن هناك 4.7 مليون أنثى بدون شريك حياة ماذا لو كانت أختك من ضمن هؤلاء الأربع فاصل 7 مليون الذين لا يجدون شريك حياة الحل أمامها إما أن تتزوج برجل لديه زوجة أو أن تصبح ملكية عامة ملكية عامة يا لها من كلمة قاسية ولكنها أكثر كلمة مناسبة يمكن استخدامها لا أستطيع استخدام كلمة أخرى هل تعلم أن رجل في أمريكا يكون لديه بمعدل ثمان شركاء جنسيين مختلفين قبل أن يستقر مع واحدة للحصول على عشيقة أمر شائع في الولايات المتحدة سواء كانوا خمس أو عشر أو عشرون أو ثلاثون لا يوجد مشاكل الحصول على أكثر من زوجة شرعية أمر غير مستسيغ عندما تكون المرأة عشيقة لا يكون لها أي حقوق وتكون مهانة ولا يتم التعامل معها بصورة جيدة في الإسلام عندما تكون المرأة زوجة ثانية فإنها تحصل على جميع الحقوق وتكون محترمة وتعامل بشكل جيد أي امرأة عفيفة إذا سألتها عما إذا كانت تود أن تكون زوجة ثانية لرجل متزوج أم أن تكون ملكية عامة فسوف يختارون الخيار الأول لذلك أعطى الإسلام الإذن لبعض الرجال بأن يتزوجوا بأكثر من زوجة لحماية المرأة وعفتها أما بالنسبة لسؤالك الثاني هل من المسموح أن تتزوج بأربعة رجال أخي أنت تسأل الكثير من الأسئلة ولكن الوقت محدود لقد سألتني سؤالين والآن تسألني سؤالا ثالث هل اقتنعت بالإجابة الأولى نعم لقد اقتنعت بالإجابة الأولى ما شاء الله إذن لقد اقتنعت حسنا الأخي يسأل عما إذا كان مسموحا للمرأة بالحصول على أكثر من زوج في نفس الوقت إذا فعلت ذلك فإن المشكلة سوف تتفاقم أنا أتحدث عن المسلمين حيث أن عدد النساء أكبر من عدد الرجال فعندما تتزوج المرأة أكثر من رجل فسوف تتفاقم المشكلة هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية إذا كان الرجل متزوجا من أكثر من زوجه وولد طفل فإنه يمكن بسهولة تحديد الأب والأم أما إذا كانت المرأة متزوجة بأكثر من رجل يمكن تحديد ذلك عن طريقة تحليل الحمض النووي دعني أكمل الإجابة عندما سألتني السؤال هل قمت أنا بالتدخل هل قاطعتك نعم أم لا لا لم أفعل إذن لم تقاطعني بعد أن أنتهي من الإجابة يمكنك سؤالي حسنا أنا طبيب هل أنت طبيب لا أنا طبيب وأعرف عن تحاليل الحمض النووي سوف آتي لذكرها عندما تتزوج المرأة برجلين ويلد طفل وعندما يقومون بإدخاله إلى المدرسة سوف يسألونه عن اسم والده سوف يكون لديه اسمين أنت تتحدث عن تحليل الحمض النووي أنا أعرف عن تحاليل الحمض النووي وهي تحاليل حديثة هل كانت موجودة قبل خمسين سنة هل كانت هناك لا بل هو اكتشاف حديث وبالرغم من ذلك فإنه ليس دقيق بنسبة مائة بالمئة حتى لو كان دقيقا بنسبة مائة بالمئة فهو اكتشاف حديث ولم يكن موجودا من قبل والإسلام صالح لكل الأزمنة وهذا ليس هو السبب الوحيد حتى لو اتفقنا أن هذه التحاليل دقيقة بنسبة مائة بالمئة فقد أثبت العلم الحديث اليوم أن الرجل بطبيعته قابل للتعدد أكثر من المرأة اليوم يخبرنا العلم أنه خلال الدورة الشهرية تمر الأنثى بتغييرات نفسية معينة وليس من الممكن لها أن تقوم بدور زوجة لأكثر من رجل في نفس الوقت ولكن الرجل لا يمر بتلك التغييرات ولذلك فهو قادر على أن يقوم بدور زوج لأكثر من امرأة في نفس الوقت اليوم يخبرنا العلم أن الرجل إذا كان لديه أكثر من امرأة فإنه ليس هناك مشكلة ولكن إذا كانت للمرأة أكثر من رجل وكانوا كلهم مستمرين معه فإن هناك فرصة لظهور مرض جنسي وذلك المرض سوف ينتقل بدوره إلى الرجال لذا إنه ليس من المقبول طبيا أن يكون للمرأة أكثر من شريك جنسي ولكنه من المقبول علميا وطبيا أن الرجل يستطيع الحصول على عدة شركاء جنسيين نأتي إلى سؤالك الثاني كيف يمكنني أن أثبت أن المسيح عليه السلام لم يصلب؟ يقول الله في صورة النساء الصورة رقم أربع الآية مئة سبع وخمسون وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم فالقرآن وضح وما قتلوه وما صلبوه أي لم يقتلوه ولم يصلبوه لذا توجب علي أن أثبت لك هل أنت مسيح يا أخي؟ أجل إذا قرأت الكتاب المقدس فإنه مذكور في إنجيل متى الإصحاح 12 العدد 38 أنه أتى ناس إلى المسيح يسى عليه السلام وقال له يا معلم نريد أن نرى منك آية فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا نعطي له آية إلا آية يونان النبي لأنه كما كان يونان في بطن الحوث ثلاثة أيام وثلاثة ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليالي أخي هل تعرف قصة يونان؟ يونان تعرفها؟ أعرفها حسنا يقول الله ليونس أن يذهب إلى نينوي ويونس كونه رسول من الله قال الناس في نينوي لن يفهموا ولن يستمعوا لي فذهب إلى جوبا بدلا من نينوي فبينما هو في السفينة في طريقه إلى جوبا جاءت عاصفة في البحر هذا مذكور في سفر يونان سفر يونان أقل من صفحتين في ذلك الوقت كان هناك خرافة أن تلك العاصفة في البحر سببها عصيان أحد ركاب السفينة لأوامر سيده وبما أن يونس نبي فتطوع وقال بأنه هو الذي عصى سيده وفي ذلك الوقت كانت الخرافة أنك إذا رميت الشخص العاصي لمعلمه في البحر فستهدأ العاصفة وتسير فتطوع يونس وقال لهم أنا عطيت سيدي ألقوني في البحر أنا أسأل سؤال عندما رمي يونس من السفينة هل كان حيا أم ميتا؟ يونس عندما رمي من السفينة في البحر عندما جاءت العاصفة هل كان حيا أم ميتا؟ حيا جيد جدا عندما يرمى شخص في البحر وهناك عاصفة من المفترض أن يموت الشخص عندما ألقي في البحر هل كان يونس حيا أم ميتا؟ لقد كان حيا حيا إذن مات فهي ليست بمعجزة فالعاصفة تقتل الشخص العادي وإذا عاش فهي معجزة بعد ذلك تأتي سمكة وتبتلعه عندما تبتلعه السمكة هل كان يونس حيا أم ميتا؟ عندما ابتلعته هذه السمكة كان حي حي لمدة ثلاثة أيام وثلاثة ليالي تأخذه السمكة حول البحر في بطن السمكة لمدة ثلاثة أيام وثلاثة ليالي دعا يونس الله تعالى بينما كان يونس في بطن السمكة هل كان يونس حيا أم ميتا؟ كان حيا كان حيا ثم تتقيأه السمكة فيأتي يونس على الشاطئ هل كان حيا أم ميتا؟ كان حيا حي حي في كل هذه المواقف كان حيا إذن معجزة ثم معجزة ثم معجزة أربع معجزات حدثت معه أنا أسألك سؤال حسب ما يقول الكتاب المقدس عندما أنزل المسيح عيسى عليه السلام من على الصليب بعد صلبه ثم وضع في القبر هل كان عيسى حيا أم ميتا؟ ميتا كان ميتا إذا كان ميتا هل يحقق العلامات بذلك أم لا؟ لكن تم إحياءه بعدها في القبر هل كان حيا أم ميتا؟ ميت حي أم ميت؟ ميت إذا كان ميتا هل يحقق النبوء بذلك؟ ولا نعطي له آية إلا آية يونان النبي المسيح عيسى عليه السلام قال لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليالي إذا كان يونس حيا فكي يحقق المسيح عيسى عليه السلام النبوءة؟ هل يتوجب أن يكون حيا أم ميتا؟ يجب أن يكون حيا أم ميتا؟ حيا يجب أن يكون حيا وقد كان كذلك لماذا تقول أنه كان ميتا؟ هل تحاول أن تقول أن المسيح عليه السلام كان كذبا؟ إذا قلت أنه كان ميتا هذا يعني أنك تقول أن عيسى كان كذبا والعياذ بالله هذا يعني أن عيسى كان حيا ما قيل لك في الكنيسة خطأ هل تؤمن بالكنيسة أم تؤمن بالمسيح عيسى عليه السلام؟ أين يقول ذلك أعطني المرجع ولكن الكتاب المقدس يقول المسيح كان ميتا أين يقول ذلك أعطني المرجع أنا لا أعلم أين ذكر ذلك لكن هل تعرف معججة يونس أم لا؟ أجل هل كان يونس حيا أم ميتا في بطن السمكة؟ كان حيا إذن هل يجب أن يكون المسيح حيا أم ميتا في الأرض؟ لكن لماذا لم يذكر في الكتاب المقدس أنه كان حيا؟ إنه مذكور أين ذكر أنه كان ميتا؟ لقد ظن ذلك فالجنود الروم ظنوا أنه ميت فوكزوه بالرمح وظلوا بالرمح ولكنه كان حيا لذلك إذا شاهدت فيديو محاضرتي هل صلب المسيح؟ هناك عدد كبير من الأدلة لقد أعطيتك دليلا واحدا المسيح يسا عليه السلام لم يقل بما أني أحيي الموتى فأنا إذن من رجال الله بل وضع البيض كله في سلة واحدة دليل على الثقة مثل ما كان يونس حيا أو ميتا أنت تقول أن يونس عليه السلام كان حيا إذن فعيسى عليه السلام عليه أن يكون حيا كذلك لماذا تقول أنه كان ميتا؟ لمجرد أن القصيس قال لك ذلك فهل تؤمن بالقصيس أم تؤمن بالكتاب المقدس أكثر؟ أنا أؤمن بالكتاب المقدس هل تؤمن بالمسيح عيسى عليه السلام أم بالقصيس؟ أنا أؤمن بعيسى لأنه كما كان ينام في بطن الحوت ولكن المسيح عيسى عليه السلام قال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض إذن هل كان يونس حيا أم ميتا؟ كان يونس حيا المسيح عليه السلام يجب أن يكون حيا أم ميتا؟ الكتاب المقدس ما زال يقول يا سيدي أنه كان ميتا ثم تم إحياه أين يقول الكتاب المقدس ذلك؟ علي أن أجده ولكني ما أقوله لك في إنجيل متى الإصحاح 12 العدد 38 تعرف معجزة يونس أليس كذلك؟ أجل في تلك الفترة كان حيا أم ميتا؟ حيا إذن هل أنت تعرف معجزة يونس ولا تعرف أين قيل أنه ميت؟ عليك اتباع ما هو مكتوب باللون الأحمر هناك الكثير من الأشياء ذكرها بوليس وهي ليست جزءا من مقولات المسيح عيسى عليه السلام إذا كنت تعرف هناك شيء يسمى كتاب مقدس بأحرف حمراء الكتاب المقدس بالأحرف الحمراء يعني أن أي شيء قاله المسيح عليه السلام فهو باللون الأحمر إذا اقتبست شيئا بالخط الأسود لن أصدقه لماذا؟ لأن هذا ليس من مقولات المسيح عيسى عليه السلام هل تعطي الأفضلية إلى المسيح عيسى عليه السلام أم القديس بولوس؟ المسيح عيسى ما أقتبسه لك هو بالخط الأحمر في إنجيل متى فلتكتب ذلك إنجيل متى الإصحاح 12 العدد 38 فلا تأتي لي باقتباس باللون الأسود لكي تنفي ما أقوله لك يجب أن تجلب لي اقتباسا بالخط الأحمر فذلك هو ما قاله المسيح عيسى عليه السلام وأنا أطلب منك أن تذهب للبيت وتقرأ الكتاب وعندما تقتنع إن شاء الله تعالى وتعرف الحقيقة شكرا